نريد أن نتعرف على مقدمة في المصفوفات لو أخذنا المصفوفة التالية المصفوفة عبارة عن عناصر العنصر الأول مثلاً كان لدينا هو الواحد الصفر العنصر الثاني السالب السبعة وباي خمسة إحدى عشر هذه المصفوفة تتكون من صفوف ومن أعمدة لدينا هنا صفين إذن لدينا صفين ولدينا كم عمود هنا واضح معنا؟ ثلاثة أعمدة من الصفوف الأعمدة نستطيع معرفة الرتبة رتبة المصفوفة هي عبارة عن اثنين في الثلاثة إذن رتبة المصفوفة هي عبارة عن اثنين في الثلاثة دعونا أخذ معكم مثال آخر لو أخذنا المصفوفة من عنصر واحد الواحد كم صف لدينا هنا؟ واحد هذا صف واحد وأيضاً كم لدينا عمود؟ عمود واحد بالتالي رتبة المصفوفة ستكون عبارة عن صف في عمود واحد واحد في واحد لو أخذنا مثال آخر ثلاثة سبعة سبعطاش كما تلاحظون أمامكم لدينا صف واحد وأيضاً لدينا كم عمود هنا؟ واضح معكم ثلاث أعمدة بالتالي رتبة المصفوفة سوف تكون معنا واحد في الثلاثة واحد في الثلاثة إذن لدينا المصفوفة من الرتبة واحد في ثلاثة دعوني أخذ مصفوفة أكبر لو أخذنا المصفوفة التالية ثلاثة صفر سالب واحد خمسة صفر سالب السبعة كما تلاحظون أمامكم لدينا ثلاثة أصفف صف صفين ثلاثة إذن لدينا ثلاثة صفوف لدينا ثلاثة صفوف وأيضاً لدينا كم عمود؟ عمودين إذن لدينا ثلاثة أصفف ولدينا عمودين بالتالي رتبة المصفوفة سوف تكون معكم عبارة عن ثلاثة في اثنين عبارة عن ثلاثة في اثنين إذن استطعنا في هذه المقدمة البسيطة أن نتعرف على رتبة المصفوفة فرأينا المصفوفة الأولى عبارة عن اثنين في ثلاثة صفين في ثلاثة أعمدة المصفوفة الثانية عبارة عن عمود صف في عمود والمصفوفة هنا الثالثة عبارة عن صف في ثلاثة أعمدة والمصفوفة الرابعة عبارة عن ثلاثة أصفف في عمودين كما تلاحظون أمامكم هنا الصف يكتب أولاً ثم العمود نلاحظ الصف أولاً ثم العمود أيضاً هنا الصف ثم العمود وكذلك في الأخيرة وشكراً لكم اشتركوا في القناة